السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بصفحة ديليس كانت منها دائما تكونوا بخير وعلا خير وكانت من هذا الفيديو ورقاكم انتم في اتم الصحة والعافية هاد المرة سنتقسم معكم طريقة تحضير الرايب ديال المحلبات كيجي كريمي وكيجي عقد وكيجي الديد بزاف طريقة ديال تحضير دياله سهلة فاغلبية كيعرفوها غير سيتكون واحد الاضافة بسيطة جدا سيجعل القوام ديال الرايب يجي كريمي اكثر وعقد اكثر بقوم هاته الاخير بشوفوا الطريقة ديال تحضير المكونات لا تنسوش تدروا ابواني وتفعلوا الجرس لا كنت اول مرة تدروا القناة ويلا عجبكم الفيديو بارتاجيو مع الاصدقاء ديالكم ما احبابكم وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي بشيوصل العدد الكبير من الناس وقد نبدأ على بركتي الله فورجة ممتعة بسم الله على بركتي الله فتنجرة على النار درس اي ترونس ديال الحليب استعملت الحليب ديال البقار ممكن تستعملوا اي نوع ديال الحليب ممكن تستعملوا الاشطاء او الا غير الحليب العادي فره ماشي مشكي سوف نزيد ثلاثة ديال معلقة كبار ديال السندة مع عمر مزيان والحلوة تبقى دائما على حسب الضوء ممكن تقله او لا تكتره على حسب اللي يبغيته ممكن تزيد معلقة اخرى ديال السندة وإلا بغيته يجي نقص حلوة ممكن تدروا غرجة ديال معلقة بالنسبة لثلاثة ديال معلقة انا جوني الحلوة ديالهم معقولة سنبقى كنحرق ونبقى مستمرة في التحريك ما نتوقفش نهائيا باش ميتتحرق ليش من الاسفل ديال طنجرة الحليب او لا من الجوانب والنار ضروري ما تكون مهيلة بزاف باش ما يفتش ومن اللي كي يغلي الحليب نضيفه يزيد 10 دقائق باش نقص الكمية يعني كنقص منه شوية ديال الماء وهكذا كيتقال وكي يجي خاتر نضيفه النار ونضيفه وهذه هي الكيمية اللي بقتليه كنتم تعمره بالحليب ودباء نقصت نضيفه حتى كياخد درجة ديال الحرارة ديال الجسم اضربته بالخلاط الكهربائي باش كتنسجم ممكن تحيدوها يلا بغيتو قد نزيد دباجوج ديال العلب ديال الياغورت طبيعي بلا سكر فكذا غديجي الرايب في المدق بحال ديال بيرلي اللي معروف وكلنا كي عجبنا المدق ديالو وإلا بغيتو تقدروا تستعملوا ياغورت اللي من السنبلفاني غير هو من الأحسن يكون هدك الاصيل يعني اللي كيكون عاقد باش كيجي الرايب عاقد ومزيان غدين خلطهم زيان مع بعضياتهم ممكن تستعملوا غير الخلاط اليادوي فره ماشي مشكل أنا غدين خلط نايب هذا الخلاط الكهربائي باش ينسجم الحليب والياغورت بسرعة وباش ما يبرد ليش هاد الخلط لأنه كيفما كتعرفوا الجو برد فمن الأحسن أننا ننضيروا هات العملية بسرعة لأن الخلط تخصوه بقدافي وغادي ندوس دوا باش نفرغوا في غراف باش يجيني سهل أنا ننضيروا في الكقوس وغادي نبدأ دوا بك نعمر الكيسان ديالي عمرت في الكيسان وغادي ندير حتى فالزليفات فالكمية ديال الحليب كتعطي كمية مهمة وهذه هي الطنجرة بعدما أخوات كتشوفوا القاعدة ديالها ملسق محتاشي حاجة فره مهم أننا نبقى بسرعة كنخلطوا الحليب من اللي يكون فوق النار وغادي نغطي الكيسان بباب يسول في غيزة إذا كانوا عندكم الكيسان اللي كيكون عندهم الغطيات ديالهم استعملوهم باش كيخليوا الكيسان يبقوا دافين وكيبقوا محفوظين وغادي نغطي الكيسان وغادي نغطي الكيسان وغادي نزد عليهم كاشا باش يبقوا دافين لأن الجو بارد فضروري ما نخليهم في مكان دافئ ونغطيهم زيان باش يروب الحليب بسرعة فهنا ياخدوا لي يومين عاد وجد لي هذا الرايب وباش ساعته يوجد بسهولة فكنت مرة مرة كنشعل الفران وكنتخلي حتى كيسخونه وكنتخلي الكيسان ديالي حتى اراب بهذا الشكل هذا من اللي كيكون الجو سخون رهد غيا كيوجد ما ياخد شوق سطوال نهائيا كنحضروش حال من مرة في الصبح وفلاشية كيكون واجد او للا كنديرو فلاشية و اللغدة في الصبح كيكون واجد اما دبالبرد فرا كياخد شوية ديال الوقت ضروري ما نعطوه شوية ديال الخاطر ومرة مرة كنسخنوه حتى كيعقد دخلته لتلاجة ومدة كافية باش اعقد بهذا الشكل هذا صافي ودبام اللي خرجته كنقدموه الصحة والراحة وبطبيعة الحال نرجعو نخلي وياخد درجة ديال الحرارة ديال المطبخ لانه بارد بزاف ما نقدروش نتناولوه كانت من هاد الوصفة اليوم تنالي اعجابكم وتجربوه حتى انتوما غديعجبكم ان شاء الله كيجي عاقد وكيجي كرامي وكيجي المطبخ دياله السر دياله هي الطريقة ديال الطيب دياله كتخليه كيطيب واحد شوية بعد مما كيغلي تقريبا عشر ديال دقيق حتى كينقص من الكيمياء ديال المالي كتكون فيه كيولي فيه الحليب مركز بشكل كبير كانت من هاد الفيديونا اعجابكم وتجربوه حتى انتوما وتبرتجيوه مع الاصدقاء ديالكم احبابكم باش تعمل الفائدة وما تبخلوش الياب لي لايك وبالتعليق باش كتشجعوني وما تنسوش تديرو ابونا وتفعلو الجرس لكنتو اول مرة كتظروا القناة الى اللقاء مع فيديو جديد مع السلامة